محمد صلاح نفى بنفسه انه موجود طبعا المنتخب صلاح متواجد فيه مع الفراعنة وكل ما يتردد عن رحيله شاعات دي التويتا اللي خرجت من حساب محمد صلاح اليوم بعد الشاعات اللي اتكلمنا عليها واكد انه هو لا يوجد خلاف على الاطلاق وهو مستمر في معسكر المنتخب ومستمر في قيادة منتخب مصر في مباراة السعودية اللي انا شايف مباراة مهمة جدا 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 من كذا نحن نتكلم عليها مع ضيفي في اخر فقرة موجودة معنا في المونديل زي ما احنا قلنا المنتخب صلاح متواجد مع الفراعنة وكل ما يتردد عن رحيله شاعاته والجمهور المصري في روسيا يعرض تذكر مباراة السعودية للبيع يعني اكيد امر محزن وامر مؤسف كان عندهم امل ان مباراة السعودية تكون مباراة حاسمة للمنتخب الوطني والمنتخب يبدأ الاستعداد لمواجهة السعودية الاثنين وتيسير الجاسم يعلن جهزيته لمواجهة مصر تيسير الجاسم لعب السعودية بعد اصابته وخروجه بعد ما لعب مباراة اليوم امام الارجوي تعرض لاصابة وخرج من المباراة لكنه في مؤتمر الصحفي تم الاعلان عن ان تيسير الجاسم هيكون موجود في مباراة مصر والسعودية والأكيد هتكون مباراة مهمة جدا بين شقاء عرب مدرب المنتخب السعودي اخوان انتونيو بيتزي سنواجه مصر بكل قوة رغم توديع المونديال زي ما قلت لحضراتكم مباراة تكون قوية نتمنى توفيه للمنتخبين الشقوقين اما مدرب السعودي ايضا في تصريح تاني فرضنا اسلوبنا على ارجوي رغم الخسارة القحطاني يشيد بالمنتخب السعودي لويس وارس يدخل نادي المئة مع ارجوي لويس وارس نجم نادي باشلونة ونجم المنتخب الارجوي يسجل هدفه رقم او يدخل نادي المئة مع ارجوي وكمان بيحتفل بدخوله نادي المئة في عدد المباريات باحرازه هدف المباراة الوحيد اللي جمع ما بين منتخب ارجوي والسعودية ومن خلاله تم حصد ثلاث نقاط مهمين جدا لمنتخب ارجوي ومش بس كده ده كمان بيحصل على لقب رجل المباراة بعد انتهاء مباراة السعودية وارجوي فبالتالي يوم حافل ومثمر لالويس وارس نجم المنتخب الارجواني ونجم نادي باشلونة سوارس بيحصد جائزة افضل لاعب في مباراة السعودية ومدرب ارجوي نجحنا في المهمة طبيعي امر طبيعي جدا انه يتكلم بعد ما اخد اللي هو عايزه من المباراة باقل مجهود ثلاث نقاط مهمين جدا 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 في مشوار المنتخب الارجواني تضع قدما ليه في دور الستاشر والقدم التانية يعني هنشوف اول ولا تاني بعد المباراة هتجمع بين روسيا وارجوي في المباراة القادمة ودي بقى هتشوف مين اللي هيبعد عن مواجد اسبانيا مين اللي هيبعد عن مواجد البرتغال المباراة القادمة هي اللي هتعرفنا كل حاجة طبعا رينارد هدف رونالدو غير شرعي ولانا ركلة جزاء لم تحتسب كلام كتير عن التحكيم في المونديال عن تقنية الفار او الفيديو هنتكلم فيها نحاول يكون معنا خبير تحكيمي على التليفون في فقرة الاخيرة وهتكلم أيضا مع امين علشان نشوف هل الحكم بيتم اختاره بعد وقوع فاول او خطأ ولا هو اللي بيختار انه يرجع علشان يتأكد من ضربة سابتا خطأ تم احتسابه او خطأ حصل وهو ما خدش باله منه بنعطية يطالب بعض الاحترام للمنتخب المغربي بنعطية نجم فريق يوفنتوس ونجم المنتخب المغربي اكيد طبعا ليك كل الحق انك تطلب بعض الاحترام لكن منتخب المغرب فعلا منتخب محترم وشرف كل الكرة العربية والافريقية وتظلم انه يكون موجود في مجموعة الموت اللي بتضم منتخب البرتغال ومنتخب اسبانيا طبعا امرابط المغربي او لا امرابط المغربي مهاجما التحكيم كنا نتكلم على التحكيم في المونديال ان في بعض علامات الاستفهام محتاجين نفهمها من الخبرى التحكيميين في مصر طبعا انهم يوضحوا الصورة بشكل عام كأس العالم ليس سرقا ده تعليقه بايضا على اللي حصل فيه مباراة اليوم وكريستيانو رونالدو يتوج هدفا تاريخيا لاوروبا في المباريات الدولية 85 هدف بعد ما رونالدو احرز هدفه اليوم كان بيتساوى قبل المباراة مع بوشكش 84 هدف لكل واحد فيهم لكن رونالدو بعد ما احرز هدفه اليوم في مرمى المغرب رقم 85 بينفرد بالصدارة وبيتوجد دافا تاريخيا لأوروبا في المباريات الدولية الجماهير المغربية تهتف ليونال ميسي الاستفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مش رونالدو يعني اعتقد اللي هو يتم استفزازه او يتم يعني نوع من انواع يعني انهم يفقد الثقة في نفسه ما اعتقدش ان رونالدو واحد من اللعيبة اللي بيحصل له كده رونالدو لعب كبير ويامت حتى تحت ضغط واكيد شوفنا كلنا في مبارياته مع ريال مدريد او مع المنتخب البرتغالي وايضا رونالدو بيتكلم على المنتخب المغربي انه منتخب قوي وانه لا يهتم بسباق الهدفين رونالدو هو هدف كأس العالم برصيد اربع اهدف ثلاث اهدف في مباراة اسبانيا وهدف في مرمى المغرب وسيدريك سوارز يعترف بمعاناة البرتغال امام المغرب يعجبني جدا ان لاعب كرة القدم يصرح ويتكلم بالشكل الصح ويتكلم بالشكل الحقيقي اللي تم فيه المباراة وبالتالي ان البرتغال عانت له للحظ والتوفيق ما خدمش منتخب المغرب كان هتبقى النتيجة عكس كده تماما اشرف حكيمي لاعب ريال مدريد بيقول كرة القدم لم تنصف الافضل لسا مكملين مع سيناريو تفوق المنتخب المغربي في مباراته واللي لم يحلفوا الحظ والتوفيق وخسر بواحد صفر وفي مباراة يعني اكيد منتخب المغربي يظهر فيها بشكل رائع جدا ومحترم انتوان جريزمان جاهز لقيادة هجوم فرنسا في مباراة بيرو منتخب فرنسا بعد مباراته الاولى امام استراليا واللي كسب فيها بنتيجة اثنين واحد جريزمان كان في بعض الشكوك انه مصاب وانه لن يلحق بمباراة بيرو لكنه جاهز وبيعلن رسميا انه جاهز لوجوده في التشكيل الرئاسية في مباراة بيرو ريكاردو جاريك مدرب بيرو بيقول لن نسمح لفرنسا ان تتلاعب بنا خسارة هو اللي سمح لها في مباراة دنمارك بعد اضعته لرقل الجزاء مقدموش فرصة غير انه يعمل نتيجة ايجابية مع المنتخب الفرنسي وكين هز الشباك في المونديال شعور رائع ومواجهة باناما لن تكون سهلة هاريكين كابتن فريق منتخب الانجليزي وصاحب الهدفين في مباراة تونس بيقول ان شعور رائع جدا تسجيل في المونديال ومولر يثق في قدرة على تخط السويد ايضا المانيا بتضع نفسها في موقف حارق جدا بعد الخصارة الاولى امام المنتخب المكسيكي في اولى مبارياته ومولر مقدموش فرصة غير انه يتخطى المنتخب السويدي اللي ايضا تفوق في مباراته الاولى على منتخب كوريا معلول سنجري بعض التعديلات في التشكيلة وطالب اللاعبين بالصمود كل توفيق للمنتخب التونسي طبعا كابتن نبيل معلول مش علي معلول هو اللي بيصرح وبيقول الكلام ده كل توفيق لمنتخب التونسي الشقيق منتخب تونس يريح تمن لاعبين من المشاركة في التدريبات زي ما احنا عارفين حمل مبارات منتخب انجلترا كانت عالية جدا فبالتالي لازم يكون الحمل التدريبي بعقل ويكون كمان على نهج خطة ماشي عليها كابتن نبيل معلول في قيادته لتدريب منتخب تونس في مونديال روسيا 2018 وانيمار يعود لتدريبات البرازيل استعدادا لمواجهة كوستاريكا كان فيه كلام ان الانيمار احنا قلنا مبارح في الاخبار ان الانيماريو غادر تدريبات منتخب البرازيل مصابا لكنه بيعود من جديد وجاهز لمواجهة كوستاريكا البرازيل ايضا اتعدت في اول مباراة امام سويسرا ومحتاجة ان هي تفوز في مباراة كوستاريكا فهتبقى مواجهة صعبة جدا طبعا ايفان راكيتش يطالب زملاءه بتقديم مباراة مثالية امام الارجنتين راكيتش هيلاقي زميله فيه بشرونة ليونيل ميسي وبالتالي تبقى مباراة صعبة جدا كرواتيا نكحت انها تفوز في المباراة اولى على منتخب ماجيريا 2-0 والارجنتين بتتعادل مع استاندا وبالتالي كرواتيا قدامها اختيارين يام الفوز وضمان الصعود لدوره 16 او التعادل الايجابي وايضا ضمان فرصة نسبة 70% في وجودها في دور ال16 خورخي سانباولي المدير الفني للمنتخب الارجنتيني يدافع ميسي قبل مواجهة كرواتيا ميسي طبعا رقلت جزاء اهضرها في المباراة ايسلندا وتعرض لنقد كبير جدا من الصحافة والاعلام والشارع الرياض الاصابات تضرب صفوف بيرو قبل المواجهة المصرية امام فرنسا زي ما احنا قلنا الفرصة الاخيرة لمنتخب بيرو امام فرنسا لابد من تحقيق نتيجة ايجابية وديجو ارماندو مارادونا يأمل في ان تفوز الارجنتين على كرواتيا للاستمرار في المونديال امر طبيعي جدا جدا خصم قوي منتخب كرواتيا والفيفا راضن تماما عن نظام حكم الفيديو المساعد والتحكيم في المونديال هنتكلم على حكم الفيديو المساعد هي دي عليها علامة استفهام كبيرة جدا فيها البطولة بنشوف كوار كتيرة جدا جدا يعني لو الحكم رجع عليه تقنية الفيديو اعتقد ان هو ممكن يغير قراره اخرها مباراة منتخب مصر انبارح بعدما الحكم حسب رقلت ضربة حرة لمنتخب مصر خارج منتخب الجزاء لكن بعدما شاهد تقنية الفيديو وطلب مساعدة الحكم الخامس او الحكم الخاص بالفيديو قال له رقلت جزاء وهي من جوه منطقة الـ 18 الاتحاد البلجيك يعلن الغاء مران المنتخب اليوم في المونديال بعد رحلة شقة للمنتخب وبالتالي عشان ما يكونش حملة زائد على اللعيبة عندهم مهاجة صعبة جدا امام المنتخب التونسي ووالدة ليونال ميسي الحلم الأكبر اللي نجلي هو الفوز بكأس العالم ومباراة إيران تمنح بيكي الظهور المئوي مع اسبانيا يبقى عندنا اثنين لعيبة تخطوا نادي المئة او بيحتفلوا بدخولهم من نادي المئوي هو جيرالد بيكي نجم نادي باشرونة ومنتخب اسبانيا او ايضا لويس وارز نجم نادي باشرونة ونجم المنتخب الأرجواني وهدف هاريكين في تونس يتسبب فيه إصابة مدرب انجلترا نتكلم على الاحتفال باش نتكلم على حاجة تانية اما اخيرا مدرب استراليا يعترف بافضلية الدنمارك عن فرنسا اكيد طبعا مدرب استراليا او منتخب استراليا خسر بشكل غريب هو خاص بتقنية الفيديو دقل الجزاء اولى حكم رجع لتقنية الفيديو عشان يتأكد من صحتها وايضا هدف بول بوكبا اللي تخطى خط المرمى تأكدوا من صحته بعد مشاهدة تقنية الفيديو